معنا أمه شريف سلام عليكم تفضل يا أمه شريف عليكم السلامة وبركاته نعم الحمد لله كل عام وحذرتك طيب وقال عليك الأيام بخير وحذرتك وأولادك يا رب يا رب يا رب أنا بحب جداً لنادعي ليه ولأولادي والأسرك ربنا يحبهم لك يا رب ويبارك لك فيهم يا رب ويبعني المتصالحين بقول لحذرتك أنا دلوقتي عندي سؤال عندي بنت أختي كانت متجوزة واحد جندي هنا بس هو الصراحة يعني مستوي خالص فطبعاً اتطلقت منه مبارح وطلبت مني تيجي تقعد عندي هي عندها تنين إخوات رجالة أمها متوفي وأبقها متوفي طلبت تيجي تقعد عندي فأنا بصراحة منع المشاكل قلت لأ مش هينفع يا بنت طيب ولما أخذت تشهد سجاير وكده وأنا سيك في واحد والجرام طبعاً لو شموا السجاير هيقولوا إيه هيقولوا فيه عندي راجل ولا حاجة فأنا اتقي شرر شبهات زي ما ربنا قال طيب بسؤالك إيه بقى أن أنت اللي عملتيه ده حلال ولا حرام أيوة حلال ولا حرام هجاوب عليك دلوقتي حالاً لا ده السؤال التاني حضرتك أنا بصلي بستنى للصبح للساعة سبعة حتى نصلي الشروق ينفع أصلي الضحى عشان بعد كده بنام طيب يعني أنت لما بعد الشروق بتقولي ينفع أصلي الضحى ولا أقول لحضرتك جاوب حضرتك على طول طيب بصوا جماعة خلينا نقول بشكل واضح جداً 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 ليس معنى مساعدة الآخرين هو أن أنا أدخل على نفسي بعض الأشياء التي لا أحبوها يعني ليس على سبيل المثال أنا ممكن أن أساعد حد وأجيب لي نفسي شبه الجواب لا ما تعملش كده ليه طيب لأن اللي أنت بتقوليه ده وقت باعتبار أن الناس عندنا خلينا نقرب ده خلينا نقرب ده ولابد أن احنا هنشتغل على ده وعنواجه ده احنا عندنا شويتين تلاتة تدخل من الناس في حياة الناس وفكرة كلام الناس عن الناس ده لازم نقلع عنه لأن دوات مخالف لحديث رسول الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله هو عرضه لازم الناس تتوقف عن الكلام عن الناس لغاية بقى ما يحصل ده احنا لازم فتوتنا تكون متزنة وتتعامل مع الواقع الواقع بتاعنا أن الناس تتكلم عن الناس وكلام بتاع الناس ده بيجرح جداً وبيجرح كتير أو الستات لأن بيتكلم في سمعتهم وبيتكلم في أخلاقهم والناس يا ما صدقت كلام ناس في ناس فاللي أنت عملتي ده فيه تحقيق مصلحة إيه المصلحة؟ إن أنا أحافظ على سمعتي بس هو كمان فيه حاجة تانية أنت لو عندك أولاد أو عندك ناس أنت في الغالب من خلال سؤالك أنت مش راضية عن سلوك ليس عن السلوك فيما تعلق بالشرف لا أنت مش راضية عن الحياة الستايل لايب بنت أختك فعشان كده مش عايزة أتقرب عشان ما تعملكيش مشاكل لأن أنت مش قادرة تستوعب اللي أنت فيها وانت مش قادرة تسيطري عليها وتغيري منها فأنت بتقولي أنا مش عايز أجيب مشاكل من النوع ده إمتى هقول لحضرتك معلش تتعالي على نفسك شوية إذا ما كلهاش مكان ممكن تروح فيه لكن أنت بتقولي عندها اتنين إخوتها رجال فاللي أنت عملتي ده مش حراب لأن أنت بتدفعي ضر وإيه؟ ولازم نفهم أن دفع المدار عن الإنسان مقصد شرعي محترم يعني إحنا عندنا جلب المصالح ودرق المفاسد فأنت درقت المفاسد يبقى أنت درقت المفاسد واللي أنت عملتيه ده صح ومقدم فاللي أنت عملتيه ده معتبر بالتفاصيل اللي حضرتك قلتيها كمان أنت سألت عن صلاة الضح بعد الشروق صلي على طول وما تفوتهاش وإن شاء الله ربنا يكتب لك الثواب إن شاء الله بما أنك أنت بقيت من الفجر إلى شروق الشمس إن شاء الله ربنا يكتب لك الحج والعمرة ويكتب لك كمان ثواب صلاة الشروق إن شاء الله